الكراملين يتهم واشنطن رسمياً بمحاولة اختيار بوتن سلوك جنسي يطيح بعالماً كان يحقق مع الخفافيش العلماء يصدون مجزر ارتكبها عملاق أحمر في عمق الكون هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث بعد يومين تقريباً على الهجوم الذي استهدف الكراملين بالمسيرات فتح المتحدة باسم الرئاسة الروسية النارة على الولايات المتحدة الناطق باسم الكراملين ديمتري بيسكوف كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يمارس عمله كالمعتاد في مكتبه بالكراملين واعتبر الكراملين هذا الهجوم إرهابياً مخططاً له ومحاولة لاختيال رئيس الدولة وراءها واشنطن وقال إن موسكو تحتفظ بحق الرد قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس قوات خاصة تسللت إلى البلد القديم بالمدينة متنكرة بزي فلسطينيين وحاصرت منزلاً وأطلقت النار على ثلاثة قالت إنهم منفذاء عملية الأغوار قبل شهر ورجل كان يساعد رجلين على الاختباء واستخدم الجيش في العملية العسكرية داخل المدينة موسى يراطن يعتقد أنها شاركت في الهجوم ولم تكن للإستطلاع فحسب فإزارة صحة الفلسطينية أعلنت أن جثمين القتلى كانت مشوهة ومفصولة الرؤوس لبنان لا يكف عن مسابقة نفسه نزولاً عند الأزمات أو مقدمات على الأقل فقد قرر المجلس التأديبي للقضاء طرد المدعية العامة في جبل لبنان غادعون بناء على دعاوة قدمها متضررون من إجراءاتها اسمعون ذاعة خلال السنوات القليلة الماضية خاصة بعد دعائها على مسؤولين ومصرفيين وحتى موظفين تقول إنهم متورطون بملفات فساد كبرى لكن ولاءها لرئيس الجمهورية السابق الذي يشاركها اسم العائلة جعل عملها عرضة لانتقادات لم تشفع له الأبحاث التي حاول فيها إنقاذ البشرية بسبب الوباء الذي دهم الأرض قبل أربعة أعوام تقريباً نظمة صحة العالمية أعلنت طرد العالم الذي قاد وفد رفيعاً إلى الصين قبل عامين للنظر في أصول الجائحة وتوصل حينها إلى ترجيح انتقال الفيروس من الخفافيش للبشر عبر حيوان وسيط الخبير الدانيماركي بيتر بن أمباريك وفق المنظمة الأممية ارتكب سوء سلوك جنسياً بين عامي 2015 و2017 طلقها فريق تحقيقات المنظمة للمرة الأولى بعد عام من ذلك على الأرض حروب ومرجازر وفي الفضاء الواسع أفضع منها بكثير لكننا لا نسمع أو نرى ذلك دائماً رأى العلماء نجماً تضخم وأصبح عملاقاً أحمر وبدأ يبتلع كوكباً يدور حوله في حدث يرصد للمرة الأولى فريقاً من علماء الفلك قال إن ما شهد على بعد 12 ألف سنة ضوئية من كوكبنا هو مستقبل الأرض حين يتضخم حجم الشمس ألاف المرات بعد قرابة 6 مليارات عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر